يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عدة جبهات حيث واصل تقدمه لليوم الثالث على التوالي في أطرف مديرية حيران بمحافظة حجة بدعم وإسناد من قوات طيران التحالف العربي وشهدت المواجهات مقتل وإصابة العشرات إضافة إلى انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات التقدم الميداني يأتي في الوقت الذي حررت فيه قوات الشرعية مدينة ميدي بشكل كامل عقب عملية عسكرية واسعة استمرت عدة أيام على المدينة وفي محافظة البيضاء حققت قوات الجيش تقدما ميدانيا جديدا إذ تمكنت من السيطرة على طريق مفرق فضحة الاستراتيجي وتكمن أهمية المحافظة كونها تتكون من عشرين مديرية ترتبط بحدود ثماني محافظات جنوب وشمال البلاد وكما تشكل البيضاء أهمية للحوثيين حيث تعد نقطة إمداد عسكري لهم في السيطرة على المحافظة الأخرى أما في محافظة تايز فقد حرر الجيش مواقع هامة منها مفرق الوزعية ومنطقة فقاسة العميري وذلك بعد معارك عنفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة كما أصفرت المعارك عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وأسر آخرين شكرا شكرا